تصريف المضاعف في المضارع المجزوم أتذكر المضارع المجزوم هو ما دخلت عليه إحدى أدوات الجزم وهي 1. لم مثال ذلك لم يرسب 2. لم مثال ذلك لما يغادر البيت بعد 3. لم الأمر مثال ذلك لنراجع دروسنا 4. لم لا الناهية مثال ذلك لا تخالط أصحاب السوء أتعلم الضمائر المتصلة في محل نصب إذا تصل الضمير بالفعل وكانت وظيفته مفعولا به سمي الضمير نصب متصل الأفعال كف يكف تردد يتردد استهل يستهل الضمائر المتكلم أنا لم أكف لم أتردد لم أستهل نحن لم نكف لم نتردد لم نستهل المخاطب لم تستهل الغائب هو لم يكف لم يتردد لم يستهل هي لم تكف لم تتردد لم تستهل القواعد يحافظ يحافظ الفعل على إدغامه في المضارع المجزوم مع جميع الضمائر إلا مع أنتن وهن فيفك الإدغام علامة الإعراب في الأفعال المضاعفة المجزومة هي الفتحة النائبة عن السكون مع الضمائر أنا نحن أنت هو هي وحطف النون مع الضمائر أنت أنتما أنتم هما للمذكر هما للمؤنث هم لا تتغير علامة الإعراب في الفعل المضارع المسند إلى نون النسوة مع الضمائر هن أنتن التمرين الأول أسند أفعال الجملة وفق الطلب قال أبي لأمي لماذا لم تعد طعام وتستعدي للخروج معي خاطبنا أبي قائلا توجه باللوم إلى إخوة البنات وأنتن التمرين الثاني الإجابة قال أبي لأمي لماذا لم تعد طعام وتستعدي للخروج معي خاطبنا أبي قائلا لماذا لم تعد طعام وتستعد للخروج معي توجه باللوم إلى إخوة البنات وأنتن لماذا لم تعددنا الطعام وتستعددنا للخروج معي التمرين الثاني أعيد كتابة الجملة بالصياغ التي يحددها الضمير المناسب لا تشدوا إثاق الخروف ولا تعذبوه أتظنون أنه لا يحس مثل الآدميين؟ عليك أن عليكما أن الإجابة لا تشدوا إثاق الخروف ولا تعذبوه أتظنون أنه لا يحس مثل الآدميين؟ عليك أن لا تشد وثاق الخروف ولا تعذبه أتظن أنه لا يحس مثل الآدميين؟ عليكما أن لا تشد وثاق الخروف ولا تعذباه أتظنان أنه لا يحس مثل الآدميين؟ التمرين الثالث انفي بلم الجملة التالية اهتم بإخوتك عند غياب أمك وتسلم المسؤولية منذ الصغار الإجابة اهتم بإخوتك عند غياب أمك وتسلم المسؤولية منذ الصغار لم تهتم بإخوتك عند غياب أمك ولم تسلم المسؤولية منذ الصغار